تجري مجموعة سونتراك الجزائرية وشركة البترول الأذربيجانية سوكار محادثات حول إمكانية ربط شبكتيهم للنقل في إطار ما يسمى الرواق المتوسط الذي يربط الصين بأوروبا الشرقية عبر آسيا الوسطى وبحر قزوين وجنوب القوقاز وأكد إلشين أمير بايوف المبعوث الخاص لرئيس أذربيجان في تصريحات وردتها وكالة الأنباء الجزائرية السبت أن الرواق يمكن أن يهم الجزائر مشيرا إلى إمكانية دراسة أفضل طريقة لتنظيم عبور المدوجات الطاقوية الجزائرية عبر هذا الرواق